على رغم المحاولات المستمرة مفاوضات الهدنة في غزة متعثرة أقله حتى الآن هذا ما يستشف في الساعات الأخيرة من التصريحات الأمريكية ومن مواقف الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وفي غضون ذلك لبنان في مربع الانتظار بعدما ربطت ملفاته قصرا بالحرب الدائرة في القطاع وفق خلاصة الزيارة الخاطفة التي قام بها آمو سوكستين لبيروت علما أنه أنهى في الساعات الأخيرة مهمته في إسرائيل فيما الخرق مؤجل أما على الساحة الداخلية وعلى وقع التمادي في ضرب الدستور وخرق المثاق ولسيما من جانب الحكومة وفي وقت يزور وفد رفيع من حزب الله الرابي في الساعات المقبلة للقاء الرئيس العماد ميشيل عون كما كشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس اعتبر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أن التردد في قبول الهدنة العسكرية في غزة يؤشر إلى نية رئيس حكومة إسرائيل مواصلة العدوان على الفلسطينيين وإذا دانت تيار التهديد الإسرائيلي بمواصلة الحرب ضد لبنان حتى لو توقفت في غزة اعتبر أن الرسائل بهذا الاتجاه برهان أعلى أن إسرائيل المأزومة في غزة تفتش عن أمل بتحقيق فوز عسكري يمحو صورة الفشل التي منيت بها منذ خمسة أشهر أما في شأن الرئاسي فاعتبر التيار أن ترجمة الفصل بين الاستحقاق الرئاسي وحرب غزة تكون بالإسراع في انتخاب رئيس توفقي إصلاحي يعكس بشخصه الشراكة المتوازنة ويحظى بدعم وازن من الكتل النيابية أما عكس ذلك فيطرح علامات استفهام حول وجود نوايا فعلية للبعض بدرب الشراكة وعدم الاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وحكم البلاد من دونه وبالتالي إقصاء المسيحيين عن الحكم وإذ شدد التيار على انفتاحه إلى أقصى الحدود للتشاور والتحاور في استحقاق رئاسة الجمهورية شدد على رفضه إلى الحد الأقصى ممارسات الحكومة المبتورة بضرب المثاق والدستور والشراكة المتكافئة من خلال الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى صلاحيات الوزراء إفراديا ومجلس الوزراء مجتمعا وموقعه في ظل الفراغ الرئاسي وحذر التيار من أن التمادي في كسر الشراكة الوطنية قد نتج عنه ردات فعل ليست في مصلحة وحدة اللبنانيين ترجمة نانسي قنقر